صباحكم وجميع يوقاتكم بكل خير ومسرام على أرضية هذا الميدان ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة أحييكم بأجمل واطيب تحية ألا وهي تحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله صباحكم وجميع يوقاتكم بكل خير ومسر حفلنا الكريم ترحبنا بكم يتجدد في هذا اليوم خامس أيامنا ضمن تحديات هذا التمهيد التمهيد الثالث الموافق اليوم الرابع العشرون من شهر شوال لعام 1437 للهجرة النبوية متابعين الكرام على بركة من الله وتوفيقه وحفظه تعلم بداية وانطلاقة هذا الشوط الشوط الأول الشوط الرئيسي شوط البكار ومع تحديات سن اللقاية والإجلاع من مسافة الأربع كيلو مترات مقدمة الشوط صدارة الشوط المركز الأول جواهر لفراج بن نادر الدوسري المركز الثاني شعار سيف بن ناصر العوض المنهالي مع اشتعال على المركز الثاني والمركز الثالث وصلت في هذه اللحظات هبايب على المركز الثالث نايف بن عبد المطلب الشريف المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات شعار سالم بن حمد البطين مع العمالة والمركز الخامس شعار حمد بن بيشان العجمي مقدما لنوحيش على المركز الخامس إذن متابعينا مستمعينا لفاضل نداؤنا الأول للمراكز الخمس المتقدمة يكتمل ولكن العودة والصدارة إلى المركز الأول مقدمة الشوط اشتعال على أول المراكز سيف بن ناصر العوض المنهالي هو المنطلق والمندفع على أول المراكز مقدما لنا اشتعال وانطلاقة اشتعال على صدارة الشوط المركز الثاني شعار سالم بن حمد البطين المري يصل على المركز الثاني مع انطلاقة العمالة المركز الثالث جواهر فراج بن نادر الدوسري والقادمة في هذه اللحظات اللي وصلتها بايب نايف بن عبد المطلب الشريف وأيضا تقدم توحيش على المركز الخامس بشعار حمد بن بشان العجمي من وصل على المركز الخامس والقادمة في هذه اللحظات وتابع الوصول من الجذاب عايد بن محمد الشمر اللي تعود إلي الصداره إلى المركز الأول إلى المقدمة إلي الصداره إلى الثناء المبتعد و المنفرد هناك على المقدمة إلى اشتعال والعمال الله الصدارة الله المقدمة اشتعال على أول المراكز اشتعال على صدارة الشوط سيف بالناصر العوضية المنهى لمن ينطلق على أول المراكز مقدما لنا اشتعال وانطلاقة اشتعال على صدارة الشوط العمال على المركز الثاني العمال على المركز الثاني سالم بن حمد البطين المري مقدما لنا العمالة على المركز الثاني والقادمة في هذه اللحظات الجذابة الجذابة عايد بن محمد الشمري المركز الرابع يبتعد عن عربة النقل والتصوير ولكن نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى العمالة الله 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 العمالة غيرت العمالة انطلقت العمالة تصدرت العمالة على أول المراكز سالم بن حمد البطين من ينطلق على أول المراكز مقدما لنا العمالة على أول المراكز ولكن الخطورة من الجذابة على المركز الثاني عايد بن محمد الشمري والمركز الثالث اشتعال على المركز الثالث سيف بن ناصر العوض المنهالي على المركز الثالث ولكن اللي غيرت اللي تصدرت الجذابة عايد بن محمد الشمري من غير موازين الشوط وانتقل بدونه إلى الصدارة رحلة المقدمة مقدما لنا الجذابة على أول المراكز على صدارة الشوط والعصة والعصة في الأبطان الله الله الجذابة إلى هذه اللحظة لم تصدر لوامر العمالة على المركز الثاني سالم بن حمد البطين المري يشكل الخطورة على المركز الثاني مع انطلاقة العمالة ولكن الجذابة 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 مع أول يشواطي هذا الصباح الجذابة على المقدمة عايد بن محمد الشمري ينطلق على الصدارة على المركز الأول مع اللحظات الأخيرة الله الله الجذابة 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 مع أبو محمد عايد بن محمد الشمري الميتين متر الأخيرة اللحظات الأخيرة والجذابة على الصدارة مع أول انطلاقات وشواطي هذا الصباح يذهب ويعبر السلام الى عروس الشمال تهانينا تهانينا والناموس لعايد بن محمد الشمري على حصول الجذابة بالمركز الاول ها هي لحظة وصولها الى خط النهاية المركز الثاني العمال لسالب بن حمد البطين المركز الثالث وصلت جبار مبارك بن مرشد الشمري والمركز الرابع وصلتنا سيوف لعبد الرحمن بن سلمان الاعتابي والمركز الخامس وصلتنا على المركز الخامس الشاهنية لسالم بن حمد بن جهويل اذا انتهانينا